قال رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني أنه لا توجد مؤشرات على إطلاق صواريخ أو مسيرات من الأراضي العراقية أثناء الهجوم الإيرانية وذكر السوداني في حديث لشبكة CNN من واشنطن أن موقف الحكومة واضح من عدم السماح بزج العراق في الصراع الإقليمية مؤكداً أهمية وقف التصعيد وعدم الإنخراط في مزيد من أعمال الرد المتبادلة شدد السوداني على أن حكومته لن تتهاون في إنفاذ القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق وعن وجود داعش أكد السوداني أنه لا يمثل تهديداً لأمن الدولة ومن الطبيعي أن تبادر الحكومة لتنظيم ملف التحالف الدولي والانتقال إلى علاقات ثنائية مع دوله